السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كنتم شتوء نور رئيس الجمهورية صرح بهدة تصريحات خاصة بالعمال خاصة بالإنجازات أو المكاسب اللي حققوها العمال وليمازالوا حققوها فيها وإن شاء الله كينوعود أخرى برفع القدرة الشرائية والمداخيل والأجور والرواتب والتقاعد وإلى آخره بالنسبة للعمال والموظفين خاصة في القطاع العام رح تكون كاين جديد ورح تكون كاين إضافات أخرى تكلم رئيس الجمهورية على زيادات في الأجر القاعدي والله كما يعني تكلموا عليه مرارا وتكرارا وقلنا أنه رفع الأجر القاعدي يعني زيادات لجميع القطاعات بما معنى أنه الزيادات في تمثل أجر القاعدي الخاص والعام يعني القطاع الخاص والقطاع العام القطاع الاقتصادي يعني القطاع الخاص تاني نقصده به جميع المؤسسات الخاصة اللي ماهيش ملك للدولة تفرض عليهم الدولة تفرض عليهم انهم ما يخلصوش تحت سميق ولا انهم ما يخلصوش تحت الاجر الوطني الادنى المضمون اللي هو كان يعني زادوا فيه في 2021 بعد ما كان ديزويت او مليون وثمانمية ولا مليون ولا عفوا زوج ملايين من 2021 وبالتالي هذه النوعية من الزيادات هي اللي دايما كنت حدثوا عليها نقولوا تمس الجاميع لماذا؟ لانه الدولة ما تقدرش تفرض على القطاع الخاص انه يخلص بهذه مثلا مثلا قولوا مهندس ما تقدرش الدولة تفرض علي انه يخلصو عشر ملايين ولا تلت ملايين ولا سبعة ملايين ولا زوج ملايين لكن تقدر تفرض علي انه ما يخلصش تحت السميق هذا هو اي عامل مهما كان مهما كان ديبلوم تاعه مهما كان بدون ديبلوم مهما المهم الدولة بالنسبة للقطاع الخاص ما تقدرش تفرض عليهم انهم ما يخلصوه لكن تقدر تفرض عليه انه ما يخلصش تحت الحد الادنى المضمون او الاجر الوطني المضمون ما يقدرش مثلا الحد الآن دقاره زوج ملايين يعني ما تقدر ما يتفرض علي انه ما يخلصش تحت زوج ملايين لكنش للفوق لا لا وبتالي على بلكم انه في القطاع الخاص يخلص كما يحب يعني هو يعرض عليك هذا العمل بهذا الشروط بهذا الكنديسون وهذا ليطاش تاوعك هذه الخدمات تاعك هاده المهام تاعك نخلصك عليهم هذا المبلغ اقبلت توقع العقد وتبدأ تخدم ربي سهل ولا مقبلت العقد الى اخره هذا هو القطاع الخاص لكن انه تفرض عليه انه ما يخلص تحت الاجر الوطني الادنى المضمون بما انه رئيس الجمهورية كان صرح وقال انه رح يزيد يرفع في السميق وراح يزيد يرفع في الاجر الوطني الادنى المضمون اللي هو الزوج ملايين يعني هنا في هذه الحالة لازم تطبق لجميع القطاعات رح يستفاد القطاع الهام ورح يستفاد القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي وجامحهم ملاحظة فقط وبالك اللي كانوا يخدموا من دوميل فانتا يوم قبل وانا نشفاوا انه كان كاينا رفع للاجر ولاحظنا انه قد ما تكون الاجرة زايدة يعني ملقوش هذيك الزيادة الواضحة بما معنى انه الزيادات تحت الاجر الوطني الادنى المضمون ما رح يستفادوا بها ربما حتكون حتى غير ملحوظة بالنسبة للاجور العليا يعني القيمة اللي عنده الاجر تعه قيمة اللي يخلينا ملصنف لكن القيمة على الاجر تعه تكون يعني مرتفعة ما رحش يكون تعد لا تذكر اللي رح يلاحظوا انه كان زيادة هما الاجور الدنيا واكيد الاجور الدنيا وايضا الاجور يعني الاصناف الدنيا وانا ما نحبش نتحدث في هذا الحالة عن الاصناف لانه قدركم التصنيف معني به غير الوظيف العمومي ولي يخلص على حساب الصين فتاحه الباقية ما رحش يخلصوا على حساب الصين فتاحهم ربما كما القطاع الخاص ما رحش ما عندهش علاقات التصنيفات الى اخره لونك هنا يا وش نقولكم نقولكم بنسبة للاجور او الاجور الدنيا رفع لحد الادنى للاجور ما ربنا الشحل رح يتيب انه تكون زيادة عندهم هي اللي حتكون ملحوظة قد ما تزيد في الاجرى قد ما رحش تكون الزيادة يعني ملحوظة ومحش تكون معتبرة وربما ما تكونش كاينة اصلا كي تكون الاجرى يعني لبأس بها وتكون يعني مرتفعة فقط الحاجة اللي نضمنوها انه في رفع لحد الادنى للاجور راح تمس الزيادة الجامعة وراح تأثر تاني على حتى معاشات المتقاعدين هتكون كاينة فيهم زيادة وتاني نتكلمه على خاصة بالنسبة للمتقاعدين اللي على بلكم انه في الحسابات تعالتقاعد يكونوا هادو الامور يأخذوه بعي الاعتبار احنا في بعض الاحيان ما ندخلوش في الحسابات ما ندخلوش في المعلومات الدقيقة لكن احنا نسيو نوضحو هذيك المعلومات ببساطة واش قال الرئيس قال انه ان شاء الله في يعني ألا بلكم انه الفوت راح يكون او الانتخابات راح يكون في سبتمبر يعني الاسبوع الاول في السبعة سبتمبر راح تكون كاينة ان شاء الله هادو يعني هادو الوعود بإذن الله راح تحقق بين انه راح يتم اتخاذ هذه التدابير وهادو يعني الزيادات راح تكون تدريجية كما المرة اللي فاتت ورح تكون اكيد بعد الفوت بعد الانتخابات احنا رانا نتكلمو على واش راهو كاين ان شاء الله وواش راح يكون بتأكيد وعود الرئيس حققت ريعمين اللي فاتت كان قال انه نرفع الاجور بنسبة تقريبا هي 47% تقريبا حتى 50% قا نكمل لكم ان شاء الله في الفترة الجاية 53% اللي بقات ماشي شرط انه يكون داخل فيها يعني ماشي غير رافع لحد الادنق رفع لحد الادنق للاجور يعني تمس بشكل هي تمس الجميل لانه راح يكون قانون انه متخلش تحت زوجملاين مثل كما ذو كان متخلش تحت زوجملاين الى زادوا فيه نقولوا مثلا رفعوه للفنت سنك متخلش تحت الفنت سنك متخلش مثلا رفعو الفنت خوا متخلش تحت الفنت خوا راح يحسوا بيها اكتر هذي كي زيادة قلت لكم هي المداخيل الدنيا او المداخيل البسيطة أو يعني اللي ما يخلش بزاف واللي راح يحس بهذه الزيادة لكن حيكون رفع للأجور بطريقة أخرى هذه من الطرق اللي كان أعلن عليها وإحنا كنا لاحظنا أنه في من دوميل فانتا فاندو فاندو فاند كات أنه كان رفع الأجور تدريجي رفع الحدل أن الأجور التخفيض ليارجي رفع النقطة الاستدلالي على ثلاث مراحل خمسين نقطة بعد خمسة سبعين وبعد الأخيرة هذه اللي كانت في جنفير داللي فات خمسة سبعين يعني كان تدريجي ما كانش عن طريق نرفع الحدل الأجور فقط يعني هذه من بين الطرق اللي راح يحتمدها الرئيس أنه يرفع بها الأجور وحدة من بين الطرق لكن حتكون أكيد طرق أخرى أو نصوص تطبيقية هي اللي تحددنا كيفاه يتم رفع الأجور هو جنغال مو ينزيده في الأجر القاعدي ينزيده في يعني كتزيد في الأجر القاعدي أكيد ينزيده في المينح ينزيده في العلوات ينزيده نقصه في الاقتطاعات أو نحو الاقتطاع ككل هذه من بين الوعود اللي أقرها رئيس الجمهورية اللي إن شاء الله راح تكون تجيب رفع للأجور لجميع القطاعات قطاع خاص وقطاع آم والقطاع العام يعني جميع المنتسبين ليه من قطاع اقتصادي وقطاع يعني خدماتي إلى آخره هدوه ما دونك إحنا أي حاجة نحطوها لكم فقط نكملوا في هذا موضوع موضوع الأجور موضوع التقاعد موضوع الزيادات إلى اللقاء اشتركوا في القناة